لن نرسل قوات للقتال في أوكرانيا لكننا سنستمر في دعم الشعب الأوكراني لا زال أمام روسيا الاختيار بين الدبلوماسية أو الطريق الآخر سوف ندافع عن كل جزء من أراضي الدول الصديقة والنيتو ونحن مستعدون لفرض عقوبات قاسية على روسيا إذا غزت أوكرانيا فروسيا تحاول فبراكة مبارارات زائفة لشن الحرب على أوكرانيا وأن على قناعة أن بوتين اتخذ قرار الحرب روسيا انتهكت وقف النار مرات عدة وستشن هجوما واسعا على الدنباس القوات الروسية تحاصر أراضي أوكرانيا في بلاروسيا وعلى مدار الحدود الروسية تحاصر أراضي أوكرانيا في بلاروسيا